يسعد العوات الجميع معكم شاهر رسلان وهلو سهلا فيكم في الفيديو جديد من الفيديوهات تعلم لغة الألمانية مع شاهر بهذا الفيديو راح جاوب على سؤال سألو أحد متابعينا على الانستغرام وعم يسأل فيو كيف نستخدم الاختصار للكلمة بيت سيت في بيت سيت في هي اختصار لكلمة بتسيونغسفايزة بتسيونغسفايزة بتجيب معنايين بالجملة الألمانية المعنى الأول أودا والمعنى الثاني أنت يعني فينا نستخدمه كأنت وفينا نستخدمه كأودا باللغة الألمانية المعنى الأولى درückt aus das auf etwas zwei فشيدة أوسagen zu treffen يعني منستخدمه لما بدنا نحكي عن شيء هالشيء هذا شغلتين بينطبقوا عليه أو أكتر من شغلي بينطبقوا على نفس الشيء يعني إذا عم نحكي مثلا أنا على واحد هالواحد هذا يعني عيونه سود وشعر وأسود شفنا هون أنه الشغلتين هدول انطبقوا على نفس الشخص فهنا نستخدم بتسيونغسفايزة لنأخذ مثال بدي أقول هلأ أنه يعني رفيقاتي عندهم كل ياتهم هني بلاوي أوقن يعني كل ياتهم عيون زرق بزيونغسفايزة أو بلوندس ها هون اجت البزيونغسفايزة بمعنى أوضر يعني عم قول باللغة الألمانية أنا رفيقاتي كل ياتهم عندهم أول شيء بلاوي أوقن يعني عيون زرق وتاني شغلي بلوندس ها شفنا هون أنه الشغلتين هدول انطبقوا على كل رفيقاتي يعني كل رفيقاتي عيون زرق وشعرهم أشعر فهون أنا بقول هون اجت معناة أود هلأ مننتقل المعنى الثاني واللي هو أنت هون منستخدمها دائما كمان كالبزيونغسفايزة منستخدمها دائما لنعبر على أنت تمام يعني فينا نقول هلأ مثلا إذا عم يحكينا رفيق أو قال لي أنه يا اليوم تعزورني مثلا إما تفيك تزورني فبقل له أنا فينا زورك اليوم أو بكرة هاي الأو يعني وا وهان فينا وحد ج Doing person in جملة بالأبية جديد وماني Modern 거 들어가 приб mapped. يعني فينا زورك اليوم أو بكرة الوقعень معنا قن الحم القناة إلا أو أنا إلا قن الحمت بإشتنا إلا يا اليوم یا بكرة الوقع أو فينا إلا أنا إلا متلح وحدة أطر你 اليوم أو بكرة الوقع تمام يعني الشغلتين هدول انطبقوا علي يعني انا فين ازوره اليوم او بكرة اذا هون اجت معنات اودا وبالمثال الاول اجت معنات اند اذا بهذا الشكل نستخدم البتسيونج سفايزي هاي هذا كان كل شي بيتعلق بفيديو اليوم شكرا على سؤالك وبتمنى انه فتك بالجواب هذا لا تنسوني من دعائكم هذا كان كل شي بيتعلق بفيديو اليوم لا تنسوا دعم القناة ان تريني الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتبعي زر الجرس على تصويركم فيديوهات القديمة وجديدة كان معكم شهر رستان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة